سيد غازي بالنسبة للجماهير في المباراتين هم نتكلم جمهور النادي الاهلي هو واحد من اهم او اقوى الجماهير في القرى الافريقية نفس الامر بالنسبة للوداد المغربي جماهير عظيمة وكبيرة ايضا اي من الجمهورين سيكون له التفوق على الاخر او يساعد فريقه اكثر من الاخر جمهور النادي الاهلي في القاهرة ام جمهور الوداد في محمد الخمس القارضة الافريقية كلها تتكلم عن جماهير الوداد خاصة بمركب محمد الخمس صحيح جماهير الاهلي تكون بكثرة لكن اسلوب تشجيع الوداد الفريق انتظرك نظن بأن اسلوب متميز يعني تشجيع من الدقيقة الاولى الى الاخر دقيقة من المبارات وبالتالي نظن بأن جماهير الوداد كانت علامة مميزة منذ سنوات ولكن جماهير الاهلي لديها ايضا مميزاتها ولكن يبقى جماهير الوداد سيبقى علامة استثنائية في جميع المباريات فريق الوداد بس اقول لك حتى في السنة الماضية عودة جماهير الوداد امام الزمال كان له تأثير كبير حتى عاد فريق الوداد الى قمة العطاء وبالتالي اظن بأن هناك مفهوم العائلة مفهوم العائلة بين الجماهير وايضا بين اللاعبين وهذا ما يحفز اللاعبين على اعطاء كل ما عندهم في جميع المباريات وأظن بأن الجمهور الودادي سيكون له عامل مميز وعامل كبير لدفع العناصر الودادية لتحقيق اللقب في مدينة الضربية لا أستسمح لأن انا في مصر وأتكلم عن جماهير الوداد لا بالعكس جماهير الوداد لها مننا كل دائما كل الاحترام بس عايزك تريد بكرة جمهوري النادي العالم ان شاء الله الخميس ستسافر إلى المغرب وستحضر مباراة القيام وستستمتع بجماهير الوداد وستسمع بأذنيك الصخب الذي لن يتوقف منذ وداية المباراة إلى نهايتها أنت موجود في 2017 وعرفت المضحص أنت تعرف جيدا حجم وأنت موجود بكرة في استذكار لا أنا وجدت أكثر مرة حضرت أكثر مرة مبارايتنا في القاهرة شبا جمهور النادي الأهلي بكرة سنتابع جمهور النادي الأهلي وستسمع حتى ربما يكون عدد قليل أيضا الجمهور الوداد سيكون حاضرا سيشجع ونتمنى أن يكون صوته عاليا غدا إن شاء الله يعني جمهور النادي الأهلي بكرة هتلاقي مكسر الدنيا جمهور النادي الأهلي عظيم وبالتأكيد جمهور النادي الوداد نحترمه أكيد طريقين كبيرين وجمهورين كبيرين وفي النهاية يا مباراة كرة القدم سيتمتع من يستحق لأن هذه مباراة كرة القدم ليست معارك حياة أو موت مباراة تأتي ومباراة تذهب وفي النهاية علاقات إنسانية وعلاقات اجتماعية وعلاقات أخوي هذا ما يضل المطلوب أن نستمتع بالجمهورين كما نستمتع باللعبين في أرض المرمسة رسالة شكر لبعض الجماعير الأهلوية التي استقبلتنا هنا بالقاهرة استقبال جيد استقبال طيب حتى كانت هناك جلسات معهم في وقت متأخر من الليل وحننتهي من البرنامج وحنطوح عندهم جمال صراحة استقبال وبشكرهم جميعاً لأن هنا كتباً العلاقة الوطيدة بين الفريقين وبين الجماعير صحيحة